اهلا وسهلا فيكم احبا اي متابعيني اليوم الفيديو عن اكلة شامية كتير طيبة بنعمل البالوزة او المبطن بالوزة البرتقال او المبطن البرتقال اكلة قديمة ومعروفة وسهلة كتير الكل بيعمل البالوزة محبوبة كل اكلات الحليب هاي اللي تعودنا عليها اكلات محبوبة وسهلة مثل البالوزة كشكل فقرال هيلطية الامرقة درزب حليب كل هاي الاكلات كلياتنا بنعرفها اليوم دي اعمل البالوزة بالبرتقال انا كمان بعملها بانواع فواكي كتير اذا بتعرفوا هالاكلة اكتبولي بالتعليقات رح نبدأ بها الاكلة السهلة والبسيطة اول شيء اول مكون هو الحليب بدي لتر حليب اربع اكواب من الحليب واذا كان الحليب دسم بتكون البالوزة اطيب واطيب اذا كان مو دسم منضيف عليه اما كوب كريمة او علبة او علبتين من الاشطة حتى اذا كان الحليب دسم لما منضيف كريمة او اشطة منعزز نكهة الحليب ومنقوي دسمته اليوم انا رح ضيف علبة اشطة الاشطة العلاب اللي بتجي او حتى الاشطة البوك اللي بتجي بكرتون كلياتهم هلا عم ضيف المكونات كلياتها على البارد لسه ما حطيت الوعاء اللي عندي عن نار بدي ضيف خمس ملاعق كبار من النشا الكورن فلاور الكورن ستارج وحسب قوة النشا اذا النشا عندي ضعيف بزيد الكمية بدنا مزيج يكون لا جامد كتير ولا طري بدنا نصف كوب من السكر والسكر حسب الزوء انتو بتزيدو او بتخففو من دوء ومنعدل السكر بحرقهم على البارد بدنا نتأكد انو السكر داب والنشا اهم شي النشا الكورن فلاور يكون داب ماعد في اي نشا امرسي بقاع طنجرتي كلياته دايب بس يدوب تماما وما يكون في نشا هلأ برفع طنجرتي على النار وعلى نار خفيفة وبيدي استمر عن محرقهم لحتى يبدوا يغلوا ما بدنا نوقف تحريك ابدا لحتى يبدوا يغلوا هون فينا ندوء اذا كان ناق السكر ممكن اتعدلوا السكر بدنا يشتد الخليط يصير شديد جامد لا هو مثل الكريم باتسري ولا هو سائل كتير هيك لازم يكون خليط البالوزة هلأ هون بدي يضيف ماء الزهر اختياري ممكن ما تضيفوا اي نكهة انا بدي يضيف كم نقطة من مركز ماء الزهر ممكن نضيف ماء الورد ممكن نضيف الفانيليا ممكن نضيف نكهة البرتقال بحركها وفورا بدنا نبدأ نصب المزيج هون تظهر ريحة النكهة اللي حطيناها نختار اي اكواب موجودة عنا او زبادي موجودة عنا من نقدم فيها البالوزة اليوم انا هقدمون بها دول الاكواب دول الكاسات حطيت صينية فيها اقماشة اي من شفت مطبخ او اقماشة بدي اسكب الحليب وخلي الكاسة مائلة يعني مشان بس تجمد يضل الحليب هيك شكله مائل مشان هيك حطيت القماشة بنص الصينية حتى تبقى الكاسات هيك مائلة على جنب هل الصينية كله ياتا بحطها بالبراد ما بتاخد معي وقت شوفوا كيف اما اسكب الحليب بشكل مائل بدي ايا يبقى هيك بهذا الشكل تاخد معي بالبراد تقريبا شي ساعة زمن بتكون جمدت وصار ممكن حط الطبقة التانية ممكن حط اكتر من طبقة للبالوزة يعني نعملها عدة طبقات حطيت الحليب بالبراد وهلأ بدي اعمل الطبقة التانية عندي هون ثلاثة اكواب من عصير البرتقال بصفيه بمصفاية ناعمة لحتى اتخلص من كل الشوائب او البزر وبدنا هلأ نضيف عليه السكر السكر متل ما انتوا بتحبوا انا هون ضفت خمس معالق من السكر خمس معالق اكبار وحسب حلاوة البردقان الموجود عندي منضيف سكر بدنا نضيف النشا اربع معالق اكبار من الكورنفلاور او النشا كل المكونات بتلاقوهون بصندوق الوصف بدنا نحرك المزيج هدول المكونات كله يعطون على البارد نتأكد انه السكر داب واهمشي نتأكد انه الكورنفلاور داب ما عد فيه عندي اي كتل هون بدي ضيف شوي من اللون الورينج او البرتقالي اختياري لانه لقيت انه لون البردقان عندي فاتح كتير ممكن تستغنوا عنها الخطوة ممكن نضيفوا الوان سائلة او جل او بودرة بس هيك ربع معلقة صغيرة بأول لون بيعطيني لون هيك فرح وعم يضحك هلا بحط طنجرتي على النار بدنا نبقى عما نحرك باستمرار والنار خفيفة حتى يشتد معي الخليط كما بدنا خليط لا له جامد كتير ولا هو سائل كتير هون عندي الطبقة الاولى اتماسكة تلاحظوا كيف صارت ضلت هيك مايلة شكلها بيطلع حلو هيك بدي يكون مزيج العصير هيك السماكة المطلوبة ولونه كتير حلو هلأ منبدأ من عبي الكاسات الموجودة عنا بدي عبي فوق الطبقة الاولى مشان هيك لازم نتأكد انه الطبقة الاولى تماسكت تماما وخلاص ما في داعي هون نميل الكاسة فورا بيضل العصير هيك بيصير شكله مستوي بعبيهم هلأ كلياتهم متل ما قلت ممكن نعمل اكتر من طبقة ممكن نعمل اكتر من نوع من الفواكه هلأ كلياتهم برجع بحطهم بالصينية نفسها بالتلاجة لحتى يتماسك معي تتماسك معي الطبقة الاولى هيك بيصير البالوزة صارت جاهزة مباشرة فينا ناكلها وممكن كمان انزينها انا اليوم رح زينها شوي بالكريمة المخفوقة هيك صارت عندي متماسكة تلاحظوا كيف تماسكت ما بتاخد وقت طويل وهون هزينها بالكريمة كريمة مخفوقة ممكن تزينوا بالمكسرات باي نوع من انواع التزين وشورشة فستق حلبي صار عنا لمبطن اول بالوزة جاهزة وفشوفكم بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر